انتقد رئيس الوزراء الاسرائيلي الاسبق وعضو المعسكر الديموقراطي يهود براك سياسة حكومة بن يمين نتنياهو تجاه القضية الفلسطينية ووصفها بسياسة الكارثية والخطيرة وقال براك انه من الممكن ان يكون الرئيس الفلسطيني محمود عباس شريكا حقيقيا للسلام وانه يتعين دعم ترسيم الحدود الاسرائيلية والتخلي عن فكرة ضم اراضي الضفة الغربية مشيرا الى ان افكار ايالي تشكيد ونفتالي بنت ستقود اسرائيل الى دولة ابارتهايد ورحب رئيس الوزراء الاسرائيلي الاسبق بتصريحات رئيس القائمة المشتركة ايمان عودي التي ابدا من خلالها استعداده للانضمام الى اتلاف حكومي يسعى للاطاحة بحكومة بن يمين نتنياهو اليمينية والعنصرية واعتبر براك هذه التصريحات مقدمة لتعاون مشجع في المستقبل موسيقى